الخبر الأول اللي عدنا عن كشف حقيقة بيسان اسماعيل وأنس الشايب وخوفهم من نارين بيوتي وجيشها فبيسان وأنس نزلوا هذا المقطع على قناة أنس الشايب وطبعا اللي شافوا المقطع بالبداية ونزلوا على التعليقات فكلها كانت عبارة عن تهجوم من جيش نارين وكلام بالإنجليزي حطيت لكم ياها بالمقطع السابق ومن الواضح أنه أنس وبيسان قرروا أنه يلغون هذه التعليق فخفوا هذه الجملة بالإنجليزي وبنفس الوقت خفوا كلمة جيش طبعا سووا هذا الشي عن طريق ميزة باليوتيوب اسمها الكلمات المحظورة اللي تقرر تحط بها أي اسم يوتيوبر أو أي كلمة ما تريدها تظهر عندك بالتعليقات ومن الواضح أنه أنس وبيسان حطوا هذه الكلمة بالإنجليزي وحطوا كلمة جيش وما بالنسبة الدليل على كلامي فلو تدخلوا على مقطع أنس وبيسان وتنزلوا على التعليقات تكتبون هذه الكلمة بالإنجليزي وكلمة جيش نارين بيوتي بعد نروح على الأحدث أولا نحفظ هذول الشخصين ونغير الحساب عمون يشوف هل التعليق ظهر للناس أو لا بعد ما نغير الحساب لحن نزل على التعليقات ونروح على الأحدث أولا نرح نشوف أنه تعليقي ما ظهر وهذا الشخص تعليقه ظهر عليكم يا حبايب يكتبونا بالكومنتاج شو رايكم هذا الخبر وشو رايكم حركة بيسان وأنس وخوفهم النارين الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر فأول يوتيوبر اللي عدنا هو أسامة مروى فأسامة نزل على سبب الانستجرام هذا الستوري اللي يقول بي أنه حاليا دي يصور مقطع ممكن يموت من وراه ما الحسب ما أغلى المتابعين توقعوا أنه دي يصور أغنية أنس وأصالة جديدة عليكم اللي راح توقعوا هذا الستوري وانتكتبونا بالكومنتاج شونو تتوقعون دي يصور شوفوا الستوري يا جماعة حبيبت حكي لكم هلأ عم صور لكم فيديو أنا يمكن موت على أثره على أثره ولا أثره على أثره فدعوا لي ولي من كون بيعرف أو عنده أي فكرة شو ممكن يكون الفيديو يبعث لي بالنسبة الآن مبدعيا ثلاثة أرباع الريبتلايز اللي عدتوا لي إياها أنتوا صح هذا هو الشيء الصحيح اللي عم بيصير بدعوا لي هلأ عشر أصابع وعشر أصابع قدم أقدام أما اليوتيوبر الثاني فهو أحمد أبو الرب فأحمد نزعل حساب بالانستجرام هذا الستوري اللي يقول بي أنه اليوم راح ينزل مقطع على اليوتيوب راح يكون مقطع ناري في المونتاج ما لتأخذ يومين كاملة طبعا فكرة المقطع هو أنه يجرب خداع قناة 1-2-3-GO عليكم اللي راح تقوم هذه الستوريات شوفوها بس فيديو بكرة كثير محمد قاعد يومين كامليني منتج فيه اللي هو بجرب خداع 1-2-3-GO فيديو مشطوه بصراحة تقمة في الغباء بس كثير تعبني يعني اللي بكتبلي عليه تسليكي والله لو الخبار الثالث اللي عدنا عن الهجوم اللي تتعرض لها سوكينا بسبب متابعين أستو فبعد ما أستو نزلت ستوريات كان ذا تبتشي بيها بسبب تهجوم متابعين سوكينا عليها متابعين أستو نزعجوا من الموضوع وقرروا أن يردون مكانها فحالي أنه الدخلوا على آخر مقطع نزلتها سوكينا بخلاف الديسلاكات اللي إكلتها فأغلب التعليق يقولون جيش أستو كلاب مشاهدات أسو مظلومة وكلام بالإنجليزة عامودي وقف المشاهدات ولكن بعد ما طلعت سوكينا ووضحت الموضوع للناس ونزلت شوية ستوريات حطت لكم إيها بالمقطع السابق وقريبا وقف الهجوم عليكم لنا أحباي بكتبونا بالكومنتاج شركوا بهذا الخبر وش رايكوا بالتهجوم متعرضت لسوكينا الخبر الرابع اللي عدنا عن أحمد النشيط وأنس وبيسان ووياهم موفلوكس فهل نقدر نقول إنه هي خيانة جديدة النارين؟ لا نشوف بس لا ينزل المقطع حل لا يتعرض للهجوم أو لا وبس أولا يا حباي بل هنا وصلنا هات المقطع أتمنى المقطع يجبكم من تجزي تحطوا اللايك تتركوا بالقناة شانو يكون فيزي مقاطعات مملكة القصص وبس مع السلامة